أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها أخلت مستشفى القدس الميداني التابع لها من منطقة مواصي رفح الفلسطينية إلى منطقة مواصي خان يونس وأوضح الهلال الأحمر أن الإخلاء جاء بعد ازدياد حجم تهديدات الاحتلال الإسرائيلية واستمرار القصف المدفعي والجوي في محيطه وإخلاء المنطقة المحيطة به من السكان وكانت جمعية الهلال الأحمر قد أعلنت في وقتا سابق استشهاد أحد تواقم مستشفى القدس الميداني جراء استهداف منزله في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى مما رفع عدد شهداء تواقم الهلال الأحمر إلى 30 شهيدا منهم 17 استشهدوا أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غز اشتركوا في القناة